الحقيقة هناك إيجابيات كثيرة عندما نقارن الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 بالانتخابات السابقة وعمل الهيئة اليوم وعمل اللجان في السابق نرى هناك إيجابيات موجودة على أرض الواقع نستطيع الدكر ستطرق لنقطة واحدة أن قرارات اللجنة أو هيئة الهيئة العليا للانتخابات يمكن نطعن فيها من خلال القضاء وهذا لم يكن في السابق موجود هذه نقطة إيجابية من حيث التشريع الآن موجودة على الساحة المصرية لا ننكر أن هناك بعض القصور لعل هذا القصور غير ممنهش قد يكون قصور لعدم دراية بعض أنت تعلم جيدا أن الهيئة تضم ما لا يقل على 120 ألف موظف يعملون على تغطية هذه الانتخابات من الممكن أن يكون هناك قصور لكن هذا القصور غير ممنهش وقد يكون سببه عدم الدراية من قبل بعض العاملين الموظفين في العيئة غير ممنهش وغير مؤثر نعم 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 بتكي ترجمة نانسي قنقر